اختتم وفد الشعب البرلماني مشاركته في أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد تحت عنوان الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته وأكد وفد الشعب البرلماني على همية هذه المشاركات في تعزيز مكانة البحرين أقليميا كما تسهم في تبادل الخبرات والتجارب على صعيد الممارسات الديمقراطية في مختلف الدول العربية وتم خلال المؤتمر نقل رئاسة الاتحاد من مملكة البحرين إلى الجمهورية العراقية الشقيقة وتكريم معالي السيد أحمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب الرئيس السابق للاتحاد البرلماني العربي كما تم سراض تقرير نشاط اللجنة التنفيذية للاتحاد منذ المؤتمر الثاني والثلاثين ترجمة نانسي قنقر